ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن التضخم في مصر تباطأ في ثلاث سنوات بعد انخفاض أسعار الغذاء وأن نسبة تضخم في الاقتصاد تراجعت بشكل غير متوقع إلى أدنى معدل مع توقع بعض المحللين أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة وأوضحت وكالة بلومبرغ في تقريرها أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ذكر الأربعاء الماضي أن أسعار السلع الاستهلاكية في المناطق الحضرية في مصر ارتفع بنسبة 9.4% سنويا في يونيو مقارنة 14.1% في مايو ولكن على أساس شهري وأنخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.2% وأكدت الوكالة في التقرير أنه بالرغم من أن مدى التباطؤ كان مفاجأة للكثير من الاقتصاديين إلا أن المخاوف بشأن التأثير التضخمي المحتمل لخفض الدعم الوقود قد يجعل البنك المركزي يتمهل قليلا قبل أن يتمكن من خفض أسعار الفائدة وينضم إلينا الأستاذ مصطفى عبد السلام رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة العربي الجديد مساء الخير أستاذ مصطفى وأهلا بك بداية إلى ما نعز أسباب هذا الانخفاض في التضخم بهذه النسبة التي لم تشهدها مصر منذ ثلاث سنوات مساء الخير على حضرتك وعلى سهد المشاهدين هو تراجع حد مفاجئ بيأتي بعد فترات الأعياد عادة عادة فترات الأعياد بتشهد زيادة في الطلب على السلع بشكل كبير وبعدها الشهر الذي يليها مباشرة بتشهد بطء شديد في الأسعار الأمر الثاني أن شهر مايو على سبيل المثال شهد قفزات في بعض السلع وبالتالي عندما تتراجع أسعار السلع فإن التضخم بيتراجع على سبيل المثال كلنا تندرنا عندما وصل كيلو الليمون بحوالي 100 جنيه وأحيانا 120 جنيه في بعض المحل التجارية والسلسل وكذلك الخضروات ما خفض معدل التضخم في هذا الشهر هو تراجع في الطلب من قبل المستهلكين خاصة بعد استنزاف أعياد شهر رمضان ثم العيد الموازنة ثم انخفاض في أسعار الخضروات والفاكهة وهي أسعار متقلبة بشكل عام يعني لدريت أن البنك المركزي لا يدرجها ضمن معدل التضخم الأساسي الذي يحسبه وبالتالي هي زيادة مؤقتة زيادة صحيحة أنها فاجأت الاقتصادية لدريت أن البعض شكك في هذه الأرقام واعتبرها أنها ربما تكون خدعة حتى يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة وبالتالي تخفيف العب على الموازنة العامة للدولة لكن بشكل عام الفترة القادمة ستشهد زيادة في التضخم لعدة أسباب السبب الأول هو زيادة أسعار الوقود في حدود 30% زيادة الكهرباء في حدود 36% زيادة المواصلات في حدود 15% ثم زيادة في أسعار السجاير ثم فواتير المياه ثم رسوم التوثيق الحكومية وهكذا أفهم من حضرتك إذن هو تراجع في نسبة التضخم مؤقت نتيجة ظروف وليس بالضرورة نتيجة تحسن في أداء الاقتصاد بحد ذاته هل هذا صحيح؟ لا ليس تحسنا حضرتك عندما تنظرين في التقرير الأخير للبنك المركزي عن التسعة شهور الأولى من العام المالي 2018-2019 تجد تراجع في إرادات مهمة من النقد الأجنبي على سبيل المثال الاستثمارات الأجنبية تراجعت بنسبة 22% في أول تسعة شهور من العام التحويلات المصريين العاملين في الخارج تراجعت في حدود 61% الصادرات السلعية غير البترولية وهي مؤشر مهمة في الصادرات تراجعت في حدود 3-1 من 10 طبعا كان في المقابل هناك ارتفاع أو قفزة في قطاع السياحة أو إرادات قطاع السياحة بحدود 29% لكن عندما نتحدث عن التحويلات العاملين في الخارج ثم الاستثمارات المباشرة ثم الصادرات هذه تمثل أبرز إرادات النقد الأجنبي وهو التي يتم استخدام حصيلتها إما في سداد الديون الخارجية أو في سداد تكلفة الوردات الخارجية وبالتالي هذا التراجع من الممكن أن ينعكس على سعر الجنيه مستقبلا طيب ماذا عن سعر الفائدة والإشارة إلى إمكانية تخفيضه اليوم من قبل البنك المركزي هل انخفاض معدل التضخم سيشجع على هذه الخطوة الآن برأيك يعني أولا البنك المركزي لديه اجتماع غدا لتحديد اتجاهات أسعار الفائدة أنا أتوقع بنسبة كبيرة أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة لن يخفضها في المستقبل القريب لأن البنك المركزي يدرك أن هذا التراجع الحد الذي حدث اليوم هو تراجع مؤقت نتيجة ظروف مؤقتة نتيجة سلع مزبزبة بطبيعتها سواء الخضر أو الفاكهة وهو ما يستبعتها البنك المركزي من معدل التضخم الأساسي وبالتالي لا البنك المركزي سيتأنى لأن أي خفض سريع في أسعار الفائدة للأسف قد ينقلب بشكل سريع على سعر الصرف قد يدفع المدخرين نحو عادة حيازة العملات الأجنبية خاصة الدولار مرة أخرى لأن التضخم العالي بيهدد الاستثمارات بيهدد المدخرات المحلية وبالتالي البنك المركزي سيحرص على استقرار سعر الصرف في هذا التوقيت ولن يغامر بخفض سعر الفائدة لأن المتوقع في شهر يوليو الجاري أن يعود معدل التضخم للارتفاع إلى ما يزيد عن 12% مرة أخرى وبالتالي البنك المركزي سيتأنى في هذه الخطوة طيب أستاذ مصطفى كنا أيضا شاهدنا انخفاضا قليلا يعني كان قليلا في أواخر عام 2017 نوفمبر تحديدا كان في تراجع أيضا لنسبة التضخم وتسألنا يومها كيف سينعكس هذا الانخفاض في التضخم على حياة الناس هل سينعكس بعض الرخاء أو بعض الانفراجات على حياة الناس هل من الممكن أن يكون هذا الأثر محسوسا بطريقة مباشرة الآن أيضا لا يعني خلينا حضرتك واضحين مع الناس وشففين طالما أن هناك اتفاقا مع صندوق نقض الدول وطالما أن الحكومة تتبنى سياسة خفض الدعم الحكومي سواء للوقود بنزين وسولر وغاز سواء للكهرباء سواء للمياه سواء للخدمات الأساسية ثم زيادة في الإرادات الضربية والاعتماد عليها في تمويل العجز الموزنة لن يحدث تراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة إلا إذا حدث أمرين الأمر الأول هو زيادة الإنتاج المحلي وهو للأسف شيء غير ملموس في ظل إغلاق المصانع وعدم اهتمام الحكومة بالقطاع الإنتاجي سواء الزراعة أو الصناعة أو غيره الأمر الثاني وهو قد يكون المرشع هو تراجع شديد في الطلب من قبل الأسر المصرية الأسر المصرية بدأت تعيد حسابتها في أسلوب إنفاقها بدأت تتوقف عن شراء اللحوم على سبيل المثال وتستبدلها بأمور أخرى يعني حتى الدواج بدأت غير مطروحة بعد أن وصلت إلى 40 جنيه الأسماك ترتفع وبالتالي الأسرة تعيد حساباتها وتقلص نفقتها وهذا يؤثر على قطاع الصناعة لأنه بيساعد في إغلاق مزيد من الصناعات وتراجع الإنتاج الصناعي هذا عملا بنصيحة الرئيس حينما قال أنه الغالي الحاجة لما تغلى ما تشتروهاش فالظاهر يعني على ما يبدو أن الناس بالفعل بدأت تمتثل لهذه النصيحة أستاذ مصطفى طيب إذا لم ينعكس اليوم انخفاض التضخم على حياة الناس بشكل مباشر هل قد يغير أيضا من مصاريف الدولة من دفع الدولة على الخدمات فعلى سبيل المثال مثلا المركز المصري للدراسات الاقتصادية يتحدث أنه في السنة المالية الحالية 2018-2019 تراجع الدعم للوقود حوالي 32 مليار جنيه مصري هذا في الوقت الذي لم ينعكس رفع الدعم على الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والتحويلات النقدية إلا بواقع 21 مليار جنيه فقط فكيف تتعامل الدولة مع هذه الأموال المتأتية من انخفاض التضخم؟ وهو ما نبهت عليه انخفاض التضخم عشان أقربه للسادة المشاهدين أقرب ما تكون لانخفاض الدولار في مصر الدولار يتراجع منذ شهر يناير الماضي فقط حوالي 7% من قيمته قدام الجنيه يعني الجنيه تحسن 7% السؤال هل انعكس تراجع الدولار على الأسعار؟ لم يحدث كويس الأمر الثاني أننا نجد خفض مستمر في الدعم المقدم للسلع الأساسية الخدمات الأساسية خاصة متعلقة بالفقراء يعني نحن حضرتك مما تشوفي الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة سواء في الدعم الوقود أو في الكهرباء أو غيرها تجد أن الشريحة الدنيا من الارتفاعات هي شريحة الفقراء يعني بمعنى أن في الكهرباء على سبيل المثال الشريحة التي هي من 51 كيلو الزيادة فيها حوالي 36% زيادة ويتكرر هذا المسألة في السولر الذي يشغل أو يهتم بالفلاحين هذا الوفر الضخم الذي يقدر بمليارات الجنيهات لم نجده ينعكس بشكل أساسي اللهم إلا إذا مؤخرا في زيادة الرواتب الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه وبالتالي لم ينعكس على سبيل المثال على إنفاق على الطبقة الفقيرة البنك الدولي في تقريره الصدر في أبريل بيقول أن 60% من المصرير إما فقراء أو مرشحين للفقر وبالتالي جزء مما يحدث من الوفر يذهب إما إلى العاصمة الإدارية الجديدة أو إلى مصرفات أخرى في الموازنة العامة للدول نعم أشكرك جزيل الشكرة لأستاذ مصطفى عبد السلام رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة العربي الجديد كنت معنا من الدوحة شكرا للمشاهدة